السلام عليكم ورحمة الله زملائينا الكرام مفضلكم اليوم سأكون عن تشغيل المنوبات المتواقعة على التوازي وما هي الشروط الواجب تحققها في مولدين أو منوباتين متواقتين كي نصيلهم على التوازي وما هي بالأساس أهم المزايا التي يحققها الربط على التوازي للمنوبات المتواقتين وكنا قد درسنا سابقا الربط على التوازي لمولدات تيار مستمر وبالتالي سنجد أن هناك تقاطعات وتشابه في الأهمية التي تكمن وراء الربط على التوازي للألات بشكل عام أو المنوبات أو المولدات بشكل عام سواء كانت مولدات تيار مستمر أو مولدات تيار متنعود على بركة الله في الحقيقة يا شباب بسبب الطلب المتزايد على استخدام الطاقة الكهربائية أصبح من الضروري إنشاء محطات توليد جديدة إذن أصبح من الضروري إنشاء محطات توليد جديدة بشكل مستمر يعني شكل كامل بهدف تحقيق تغذية دائمة لفيك الأحمال في المناطق الصناعية إذن الهدف هو تحقيق تغذية كاملة في المناطق الصناعية طبعاً بالنسبة للمحطات التوليد كما تعلمون تنتشر بشكل كبير خارج المدن إلى مراكز التوزيع والهدف منها هو تأمين حاجة المستهلك من الطاقة الكهربائية الهدف من ذلك هو تأمين حاجة المستهلك من الطاقة الكهربائية طبعاً بالنسبة للهدف من إنشاء أو من الضرورة في التوسع مع محطات التوليد هو أولاً تخفيض كلفة التشغيل والاستفادة من الطاقة أو الاستطاعة الاحتياطية وكذلك تنظيم برامج زمنية للصيانة الدورية هلا نحن هناك عدة مزايا لعمل المولدات على التوازي إذن هناك عدة مزايا لعمل المولدات على التوازي من هذه المزايا أولاً تغذيب حمولات كبيرة بحيث أن المنوبة المفضل لواحدها لا تستطيع أن تؤمن هذه التغذية إذن الهدف هو تغذيب أو مجابهة أحمال أكبر عندما لا تستطيع المنوبة الواحدة أن تقوم بذلك ثانياً إن عمل عدد كبير من المنوبات مع بعضها البعض يزيد من وسوقية نظام القدرة يعني أي تعطل لأي من المنوبات لا يسبب فصل كامل الحمولة إذن هذا يعطي إيش وسوقية أكثر لنظام القدرة ثالثاً يمكن فصل إحدى المنوبات أو أكثر لإجراء الصيامة الدورية في حالات الطوارئ إذا اضطرت الأمور أو ضرورات الصيامة أن تفصل أحد المنوبات فأنت تستطيع أن تقوم بذلك دون أن يؤثر على عمل الجملي بشكل عام طبعاً هنا إذا كانت عندك منوبة واحدة وكانت لا تعمل عند حدود الحمولة الإسمية فإن مردودها يكون ضعيف إذا معنات استخدام عدة منوبات باستطاعة أصغر يسهل فصل عن بعضها البعض وعمل الباقي قرب حمولاتها الإسمية وبالتالي الحصول على مردود دائم هو بشكل أعلى يعني إذا كان أنت أمام خيارين إما تستخدم منوبة كبيرة جداً يعني بحيث تغطي الحمل المتوقع أو التزايد في الطلب على الطاقة أو أن تستخدم عدة منوبات باستطاعات متدرجة أو باستطاعات صغيرة فأنت تستطيع أن تتوقع قيمة الحمل وتشغل هذه المنوبات بحيث تحقق أن هذه المنوبات تعمل بالحمولة الإسمية إذن هذا الأمر يرفع من قيمة المردود يعني على سبيل المثال ولو أخذنا مثال صغير إذا كان عندك منوبة عندك هنا منوبة جنريتر ولتكون استطاعتها مثلاً 100 كيلوات 100 كيلوات هذه هي الاستطاعة الإسمية تمام لنفرض أنه عندك الحمل الحمل لوت استطاعته مثلاً 50 كيلوات تمام فأنت تستطيع أن تغزي هذا الحمل عن ضريط هذه المنوبة بالطاقة الكهربائية طبعاً هو عبارة عن إيش؟ عن حمل سلاسة أنت تستطيع أن تؤمن الطاقة لهذا الحمل ولكن المنوبة استطاعتها أكبر بكثير من استطاعت الحمل فمردودها سيكون ضعيف لكن لو كان عندك منوبتين أو عدة منوبات لو كان عندك منوبتين مثلاً جي واحد جي واحد وجي اثنين وجي تلاتة مثلاً وهذه المنوبات موصولة مع بعضها على التوازي إذن هذه المنوبات يمكن أن أصلها مع بعضها على التوازي تمام إذن يمكن أن أصل هذه المنوبات مع بعضها على التوازي فبالنهاي يعني أنت تستطيع أن تمتخذ أحد المنوبات حسب الشيء اللي بدك طبعاً كمان هاي المولدين راح يكون ممكن أنا عن طريق قاطع راح يكون عندي قاطع هون وتدخل حيثه من عمل الجملي يعني هذا حسب ما يتطلبه العمل فإذا كانت استطاعت المنوبة الأولى مثلاً 20 كيلو واط وكمان استطاعت المولدة الثانية 20 كيلو واط واستطاعت المنوبة الثالثة أيضاً 20 كيلو واط فلاحظ أنه أنت لو كان عندك الحمل يلي قيمته 50 كيلو واط 50 كيلو واط ماذا ستلاحظ؟ ستلاحظ أنه أنت لو غزيت هذا الحمل عن طريق هذه المنوبات أو مجموعة المنوبات المذكورة إذن لو غزيت عن طريق مجموعة هذه المنوبات فاستطاعة الجملي 60 كيلو واط هي أكبر من الاستطاعة من الحمل بقليل إذن معنات هنا نقول أن المنوبة المردود الجملي يكون أعلى يكون إيش أعلى في هذه الحالة طيب نعود إلى الفقرة هذا هو أهم الشروط أو خلينا نقول أهم المزايا التي تحققها ربط المنوبات على التوازي لكن الآن ما هي الشروط التي يجب أن تتحقق حتى أقف منوبتين على التوازي؟ أول شيء يجب أن تتساوى القيم المنتجة لجهود الخط للمنوبتين يعني لازم الجهد المنتج للمنوبة الأولى يساوي الجهد المنتج للمنوبة الثانية يجب أن يكون للمنوبتين توارد الأطوار نفسه ثلاثة يجب أن تكون زاوية الطور للأي والأي فتحة يعني الطورين المتقابلين يجب أن تكون زاوية الطور متساوي يعني إذا كانت زاوية الطور أي صفر لازم يكون زاوية الطور أي فتحة صفر رابعا يجب أن يكون تردد المنوبة أكبر بقليل من تردد نظام القدرة طبعا كيف نحقق هذا الربط لاحظوا معي يا شباب أنا في عندي جنيريتر واحد وفي عندي جنيريتر اثنين وفي عندي قاطع سكيني إذن في عندي قاطع سكيني هو الذي سيحقق ربط المنوبة القادمة جنيريتر اثنين مع المولد الأولى القائد جي واحد كيف يتحقق ذلك؟ أريد أن هناك شروط لتحقيق هذا الربط أولا نترك دارة التهيج للمنوبة جي اثنين مفتوحة يعني ما في قوة محرك كهربائية للمولد التامي لأنه ما في توليد لأنه التهيج معدوم بينما ترفع سرعة المنوبة جي اثنين حتى الوصول إلى السرعة الاسمية يعني أنا برفع سرعة المنوبة اللي بدي أوصلها مع المنوبة الأولى إلى السرعة الاسمية ولكن بدون تهيج اثنين نغزي ديار تهيج المنوب جي اثنين إذن الاف يلي هو عن طريق ملف معين شو رح يصير هنا؟ رح يصير يمر اثنين إذن تيار التهيج للمنوبة الثاني رح يمر في هذه الحالي حتى الوصول إلى جهد المرابط يساوي جهد المنوبة جي واحد إذن أنت بتظل بترفع من قيمة التيار إذا تصل إلى مرحلي أن يكون الجهد بين طورين مثلا بين طورين هذا إي واحد خلينا نسميه إذا اعتبرنا على فراغ إذن لازم تتصل ترفع من قيمة الإي إثنين حتى تصل إلى قيمة إي ثنين بين طورين مثلا تساوي إيش؟ إي واحد إذن حتى تصل إلى إي ثنين تساوي إيش؟ إي واحد طيب الآن عابي طلعك إذا وصلت المنوبة مع المنوبة جي ثنين مع المنوبة جي واحد هاي هون جي واحد رح سميها فإن المنوبة القادمة لن تقدم مبدئيا أي تيار يعني المنوبة جي ثنين لن تقدم أي تيار ولم تسحب أي تيار ففي هذه الحالة تكون عائمة تكون إيش عائمة ولكن إذا زاد تيار تهييج المنوبة جي ثنين دون تغيير في الاستطاعة الميكانيكية المقدمة على محور المنوبة جي ثنين فإن جهدها سوف يزداد على جهد نظام القدرة وسوف تقدم المنوبة جي ثنين تيارا له فهمتوا شو معنات ألا لا ما فهمتوا هلا أنت بعد ما وصلت المنوبة يا شفا إيه ما توصلت المنوبة لما كان عندك الإي واحد يساوي الإي ثنين وصلت المنوبة صارت هذا السبب موصول وهذا موصول وهذا موصول هنا بتقول المنوبة لن تقدم أي تيار ولن تستجر أي تيار تمام شو بدك تساوي أنت الآن بتسأل حالك هل أنت بدك هاي المنوبة جي ثنين تقدم تيار تمام فشو بتساوي وهي موصولة بتروح بترفع من قيمة التيار تهيب بتزيده فعندما تزيده شو بيصير بالمولد يقدم تيار إلى الشبكي أو إلى الحمل أما إذا بدك أنه يستجر تيار يستجر تيار يعني يعمل كمحرك متواطف فشو بتساوي بتخفض تيار تهيج بتنزله إذن إما بتكون مع تهيج زائد أو تهيج إيش ما قص تهيج ناقص إذا أنا أقول لك طبعا بدون ما تغير أي شيء في الاستطاعة الميكانيكية على المحور هنا في عندك محور الدوران هنا ما بتتحكم بأي بالمحرك اللي هو طبعا موتور هنا قد يكون محرك تيار مستمر عبدوير هاي المنوبة أو عنفي ما بتغير أي شيء في الاستطاعة الميكانيكية أنت فقط تتحكم بتيار تهيج إذن إذا كان تهيجها أقل من اللازم فجهدها سيكون أقل وتسحب بالآل تيار وتعمل عندئذ كمحرك تمام طيب حلق أنت لما قارنت الجهد إي واحد وإي اثنين أنت حققت المساواة بين الجهود ولكنك لم تضمان أن توارد الأطوار هو صحيح يعني أنت ما بتتأكد أنا شو عرفني أنه في المنوبة الأولى رح يكون عندك مثلا هذا الطور A وهذا الطور B طبعا 120 درجة وهذا الطور C للجهود بهذا الشكل خلينا نقول إذن هذا الطور C أنا شو أدراني شو أدراني أن الطور الثاني أو عفوا المنوبة الثانية قد يكون هذا الطور B وهذا الطور A وهذا الطور H C إذن هنا التوارد يختلف عن هذا التوارد إذن معناته أنا ما أتأكدت ولو كانوا الجهدين E1 و E2 متساويين ولكن لا أضمن أن يكون توارد الأطوار نفسه فإذن كيف أحقق توارد الأطوار قال باستخدام جهاز اسمه مؤشر لتوارد الأطوار أو يسمه Phase Sequence Indicator إذن Phase Sequence Indicator لاحظوا يا شباب هاي عدة أشكال لـ Phase Sequence Indicator شايفينو؟ هذا هو أحد الأشكال الموجودة في يعني في الماركتينج لاحظ هاي أحد الأشكال شوفنا عندك هون 1-2-3 مع جهة الدوران الروتیشن إذن هنا هذا مقياس توارد الأطوار معخص هي عندك 3 أقطاب لقصلا توارد الأطوار لحظوا ماعا يا شباب اور شك کرلائیں ایک هي کاننیک ٹرپلی هي کی لاحظ تو هاي حم چیک کرلائیں Phase Sequence دیکھئے باور ابحض آن کریں جسٹ 15-20 سیکنڈز قلع حال لحظ عمريد دوران دوران لأن هذا هو التوارد طبعا هذا مقياس تشاؤو معخص مقامية بتلد لأ أنو ويعطيك ال L1, L2, L3 مثل ما قلنا بالنسبة لتردد لازم يكون تردد منوبي اللي أنا بدي أوصلها أعلى بقليل من تردد النظام من تردد إيش النظام حتى يصبحان أعلى يعني قريبين بعضهم بحيث تردد منوبي اللي رح أوصلها مع المنوبي الأساسي لازم يكون أعلى بقليل لازم يكون أعلى بإيش بقليل طيب هلا كيف بدي أعرف أن المنويبتين متفقتين بالطور أنا عرفت التوارد يعني هلا فروض عندك A B C للمنويب الأولى المنويب الثاني A فتحة B فتحة C فتحة توارد صحيح توارد هيك صحيح لكن أنا كيف بدي أعرف أنه الزاوي بين A و A فتحة نفسها والزاوي بين B و B فتحة نفسها والزاوي بين C و C فتحة كمان نفسها كيف بدي أعرف الحقيق قال عن طريق جهاز سينكروسكوب جهاز سينكروسكوب طبعاً نحن ممكن نساوي هذا الأمر عن طريق إيش المصابيه إذا كانوا يعني المقياسين طبعاً هو مقياس يقيس الفرق في زاوية الطور بين المنويبتين لكن إذا كانت الزاوي صفر فعلاً بيناتهم متفقين بالطور فزاوية الطور على المقياس تتغير ببطور لكن إذا كان يعني فيه فرق كبير فالمؤشر إما بدور يعني إذا كانت المنويبت القادمة أسرع من تردد النظام وبالتالي صار في عندك خلل في اتفاق الزاوية مع بعض فزاوية الطور تتقدم والمؤشر يدور باتجاه عقارب الساعة أما إذا كانت المنويبت القادمة أبطأ فالمؤشر يدور بعكس اتجاه عقارب الساعة واضح يعني هذا الأمر مهم جداً طيب شوفوا شباب هذا أحد أشكال مقاييس السينكروسكوب المستخدم هذا أحد الأشكال كما تروني فإذا ممكن أنه يدور باتجاه اليمين وممكن يدور باتجاه اليسار حسب التواقد حسب التوارد الأطوار حسب توارد الأطوار لاحظوا هذه أحد الأشكال مقاييس السينكروسكوب طبعاً هناك تواقد من أول لحظة تواقد تواقد من أول لحظة تواقد تواقد حسب التوارد الأطوار حسب التوارد الأطوار لحظة مقاييس السينكروسكوب ومقاييس السينكروسكوب سوف تروني ونرى أنه يعتمد على مصابيح على اللوحة هذه المصابيح سوف يعتمد عليها في إجراء عملية التزامن أولاً يتأكد أن الجهود نفسها وبالتالي المصابيح لازم تطفى وأيضاً إذا التوارد صحيح لازم المصابيح تشعل وتطفئ بنفس التزامن لازم يكون في تزامن بالمصابيح التي تشعل وتطفئ معاً أما إذا كان في اضطراب في إضاءة المصابيح فمعنات التواقت لم يحصل بعد متابعة ممتعا للتجربة وشكرا لإصلاحكم نمسكا 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 twitter وع P ornaments وعه يجب اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة